اشتركوا في القناة الغنوصية ليست أفكار بل هي أسليب وطرق مجربة عبر آلاف من السنين الهدف منها ترجمت الحس بعد الوعي به طبعا إلى أفكار ثم هذه الأفكار يتم تناقلها احنا قلنا اللي الغنوصية هي تؤمن بالتناقل الكلامي وإنها ضد الكتابة في الحقيقة الغنوصية ما عندهاش مشكلة مع الكتابة بحد ذاتها وإنما عندها مشكلة أنك تقيد الأفكار المكتوبة وتجعلها مقدسة ودائمة هذه النقطة اللي تخلي الغنوصية ضد الكتابة ونعرفوا أحنا إلا كل الكتب اللي كتبت عبر التاريخ وخاصة ما نطلق عليها مقدسة أصبحت كتب على أساس إنها حقيقة مطلقة وهذا الغنوصية ضده لماذا؟ في الحقيقة الغنوصية تعطيك أدوات معينة من أجل أن تجعل الإنسان يعي بالحس الداخلين تاعه ثم هذا الحس يترجم إلى أفكار ثم الأفكار يتم نقلها كلاميا أو كتابيا ولكن الغنوصية تقول إن الفكرة آنية الزمن وآنية المكان وآنية الشخص يعني شخص معين يترجم إحساسه فهي خاصة به وعلى حسب الزمن بتاعه وعلى حسب المنطقة بتاعه ما يمكنش أن نأخذها مسلمة ولكن الغنوصية تقول عندما هناك أشخاص في نفس تلك المنطقة يترجمون إحساسهم إلى أفكار مماثلة هنا تصبح هذه الأفكار في تلك المنطقة أكثر حقيقة وعندما أشخاص خرين من مناطق أخرى يترجمون الإحساس إلى نفس الأفكار تصبح في هذه الحالة هذه الأفكار عامة لكل الناس نسبيا نفس الشيء بالنسبة للزمان عندما أفكار تتكرر من زمان إلى زمان ويحسوا الأشخاص في مناطق مختلفة نفس الشيء تتحول هذه الأفكار نسبيا إلى حقيقة هذه فكرة جدا مهمة عند الغنوصية ما تلازمكم تفهموها ما يسمى بترجمة الحس وقت الناس مختلفين من مناطق مختلفة في أزنة مختلفة يترجموا حس معين بنفس الطريقة تصبح قاعدة غنوصية أو فكرة غنوصية هذا ما يسمى بترجمة الحس وسحة الحس إذن هذه المثلة واضحة مثل مثلا الأمثال الشعبية كل الشعوب عندها أمثال شعبية وفي بعض الأحيان تلقى نفس المثل الشعبي من شعب إلى شعب وهذه الأمثلة في أزمنة مختلفة تعتبر تقريبا نفسها مثل مثلا نقول لك اتعدى على واد هرهار ومتعداش على واد ساكت لأن الواد الساكت يمكن يقدر بيك بينما الإنسان اللي يتكلم واللي يقول ما تخافش منه بينما هذك الشخص اللي يبدأ ساكت ما تعرش عليه شنوه يخمم هذا المثل نجده عند عدة شعوب إذن هوني هذا المثل يصبح فكرة غنوصية هذا هو المقصود بأن الغنوصية ضد الكتابة لأن تعتبر أن الأفكار تتطور هذه نقطة مهمة أيضا أقول شيء مع أنتها آخر مهم جدا أيضا في هذه الفيديو هو أن الأدوات التي تضعهم الغنوصية لترجمة الإحساس إلى أفكار بعد الوعي بها هي أن يجب على الإنسان أن يتبع علم زمانه هذه مسألة جدا مهمة لأن تعتبر علم الزمان يساعد على فهم الإحساس ولهذا نلقى في الكتب بين قوسينا المقدسة دائما هناك جانب علمي ووقت تجي تبحث في هذا الجانب العلمي هذا تلقاه يوافق الزمان لا يتجاوز الزمان امتاعه هذه مسألة مهمة وأساسية لفهم الغنوصية إذن الغنوصية هي طرق وأساليب مجربة موازية مع المعرفة العلمية في الزمان هذاك لأنت حولت فيه الإحساس إلى أفكار وفي نفس الوقت أفكار ثابتة في أماكن مختلفة وفي أزنة مختلفة تكون نسبيا أكثر حقيقة وبهذه الطريقة تعتبر الزمانوصية هذه الأفكار نسبيا حقيقة عامة ولكن تبقى طبعا الأفكار التي تعتبر حقيقة بالنسبة لمناطق معينة وحقيقة بالنسبة لأزنة معينة وحقيقة بالنسبة لمجموعات صغيرة معينة وحقيقة بالنسبة لأشخاص معينين هذه نقطة واضحة ومفهومة في الفيديو السابق تكلمنا على أن الغنوصية تقول أن العبادة هو جع تكلمنا في الفيديو السابق أن الغنوصية تقول أن العبادة هي وضع الحس تحت سلطة العقل كثير لم يفهم هذا المعنى وظن أن الغنوصية تدعو لكبت الحس وهذا غير صحيح الغنوصية 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 ضد أي نوع من الكبت وإنما تؤمن بالتوجيه يعني الحس يجب نفهمه ونحاول أن نوجهه ونحاول أن نصلحه لو أمكن تصليحه لأن الغنوصية تعتبر كبت الأحاسيس يكون عقد لدى الشخص بل تؤمن أيضا أن الأحاسيس يمكن أن تتناقل من جيل إلى جيل وخاصة عندما يتمكبتها هذه نقطة جدا مهمة وهذا اللحظه أن الإنسان مثلا عندما مثلا يتسر التصرف معين تحياته ويعبر على أشياء تلقى أولاده لا يأتي فيها هذه الحاجات يأتي معنا حاجة أخرى بينما الإنسان الذي يكبت حاجات في داخله أو لا يعمل حاجات في داخله ويحبها أولاده يظهر عندهم رغبة لكي يعمل هذه الحاجات رغم لي هو ما ظهره بينما الأشياء التي ظهرها في حياته ويعبر عليها أولاده يظهر لي من تبهين له هذه نقطة جداً مهمة يعني حبيت ركز عليها الغنوصية لا تؤمن بكبت الحس وإنما توجيها وتصليح مثلاً أنت عندك إحساس أو رغبة أو طبيعة متاع أنك إنسان كذب كما قلت لكم في الفيديو الأخر الإنسان ينجم يوجه الكذب نحو التمثيل بشي يفجر طاقاته وينجم أنه يفكر على لماذا هو يكذب؟ ويبحث على الأسباب التي تجعله يكذب ويحاول بشي ينحي هذه الأسباب بشي يتنحى منه الكذب إذن هو علاج داخلي بالوعي بالحالة التي تجعلها لأن تشوف أنت أكثر الناس التي يقوم بحاجات تعتبر خائبة ما هم يشعروا أنهم يعملوا في الحاجات الخائبة هذه لهذا الغنوصية تطلب من الإنسان أن يركز وأن ينتبه بتصرفاته أن يكون واعي بتصرفاته طبعا هذه الفيديو رجعت على الفيديو الأخرى بشي نوضح بعض النقاط وفي نفس الوقت نتكلم على مسألة جدا مهمة على ما يخص الحس طبعا لذلكم تعرفوا اللي الغنوصية ما هيش علم يعني ما هيش علم مادي هذه مسألة جدا مهمة رغم أنها تشجع وتطلب من كل إنسان يريد أن يكون غنوصي لترجمة إحساسها إلى أفكار يجب عليه أن يتبع علم عصره بل الغنوصية تذهب أكثر من ذلك وتقول أن الفاصل هو العلم المادي لماذا؟ لأن الغنوصية تؤمن أن نحن موجودين الآن في عالم مادي والمادة هي أساس وجودنا لهذا لهذا تنتبه انتباه كبير الغنوصية وتركز على العالم المادي رغم اللي أحنا قلنا اللي الغنوصية ما هيش فكر الحادي مادي متفق معا في المسألة هذه ولكن تعطي أهمية كبيرة للمادة وللعلم المادي إذن هنا البعض يتصور أن الغنوصية نوعا ما تؤمن بما وراء الطبيعة وتؤمن بالأشياء الخارقة للعادة والتفسيرات والإحاءات في الحقيقة الغنوصية لا تؤمن بل تعتبر هذه الأشياء مجرد فاتح أو مرشد لكي نحرر العقل الإنساني وأن نجعل العقل الإنساني يتحرر ويبعد بعيد ولكن في نفس الوقت العقل الإنساني يجب أن يعود دائما للعالم المادي لأن عندما تقول هي نحرر العقل يعني نربط العقل بالحس وفي نفس الوقت نربط الحس بالعقل نعرف هذه المثلة يعني شوية صعيب تهمها هذاك علاش أحنا لازمنا نفهمه شنو تشوف الغنوصية في تركيبة الإنسان في بعض الأحيان يقول الغنوصية معنا الأفكار الغنوصية عندما تتكلم على الحس وتتكلم على العقل وتتكلم على الجس وتتكلم على الجسم فهي تجزأ الإنسان ليس بال يقولون أن الغنوصية عندما تتكلم على الحس وتتكلم على الجسد وتتكلم العقل هي تعتبر الإنسان مركب في الحقيقة ليس صحيح صحيح أن في زمن من الأزمنة الفكر الغنوسي وصل إلى هذه الأفكار ولكن كما قلت لكم الفكر الغنوسي ليس هو الغنوسية وهو مربوط بالزمان والمعرفة والوقت اللي ظهرت فيه إذن هوني الغنوسية ما هيش علم كما نقوله وإحنا مسلم لهذا الغنوسية تلاحظوها وتتكلم على ما يسمى الحس أو العقل أو الجسد ما تحاولش تعطيه معندها شي مستقل بل تتكلم في المطلق وتترك للعلم يفهم معنى النفس أو ما يسمى الحس والعقل والجسم فهي ديما تتكلم بطريقة مجردة مطلقة ما تحاولش تحصل روحها في تفكير يعني يضيق يخليها ما تنجمش تقدم وتجعل دائما للعلم هو الفاصل على خطر علش أنا قلت هذه الأمور خطر بعض الأخوة قالوا لي الكلم اللي تقول فيه تخريب شنو هذي الحس والعقل وأحنا مجرد مادة وأحنا كذا وما هي كده معنى الحس ما هو إلا إفرازات والحس ما هو إلا إفرازات في المخ وهذا ثابت علميا بالفعل بالفعل هذا ثابت علميا لهذا الغنوسية عندما تتكلم على الحس ما تقول لك شو شنو الحس ولا شنو من فين جاء ولا حاجة لا تتكلم في المطلب من بعد على العلماء أن يفهموا علميا وماديا شنو الحس الغنوسية لا تعارض العلم أبدا وهذه هي القوة متاحة بل تطلب من الإنسان أن يوظف العلم لترجمة الإحساس ولهذا بش نزيده نفهمه المسألة أكثر لازمنا ناخذ المكونات اللي تعتمد عليها من الغنوسية في فهم الإنسان أو فهم الشيء ونفسروها وحدة وحدة الغنوسية صحية تعتمد على رقم أربعة أربعة بالنسبة للإنسان وهي جدا مهمة فكرة أربعة ولهذا تدخل في فهم ما يسمى الأعداد أو الحروف وتعطيها تفسير معين تعتبر أن الإنسان مكون من أربعة عناصر ولكن لازمكم تتأكدوا ولكن عندما تقول أربع عناصر هذه فكرة أربع عناصر تفهم من عصر إلى عصر بطريقة مختلفة والغنوسية عندما تقول أربع عناصر لا يعني أن هذه الأربع عناصر مركبة للجسم الإنساني أو للذات الإنسانية بل عندها معاني أخرى لا لا نهاية وهنا عندما نقارنوها بالعلم نجمو نفهموها أكثر هذاك علاش في الفيديوهات القادمة بيش نحكيه كيفاش تطرح فكرة العناصر الأربعة الغنوسية بطريقة مجردة وبطريقة يمكن فهمها من عصر إلى عصر بطريقة معينة وهكذا نقترب من العلم وهنا حبيت نختم هذه الفيديوهات اللي طبعا الفيديوهات هذه هي معانتها يومية ما تكونش طويلة حبيت نقول إن الغنوسية تقول هناك الحس والعقل كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة وعلى قد ما الحس يقرب للعقل ويوقع توازن الإنسان كفرد وكبشرية تتطور ولهذا الغنوسية تدعو إلى ما يسمى بالتجربة الإنسانية أو ما يسمى بالتجربة الحسية وعدم الاكتفاء والاعتماد إلا على التجربة المادية الغنوسية تقول يجب كما أننا نقوم ببحوث وتجارب وتطورات حول المادة الملموسة يجب أن نقوم بتجارب وبحوث ودراسات حول الحس الغير ملموس والمحسوس وهذا ما بدأ فيه الغرب منذ تقريباً أكثر من عشرين سنة أو أكثر البحث في ما يسمى بالإحساس أو بالوعي لدى الإنسان من أجل فهم هذا الميكانيزم ومعرفة الحقيقة متاعه وعلاقته بالمادة وتعرفوا أن مسألة ما يسمى الوعي والمادة هو مشكلة فلسفية كبيرة ترحت منذ القدم حيث هل أن الوعي مستقل على المادة أم لا؟ أم هو صادر عن المادة؟ أبعاً أنه ينتهي أم أنه صادر عن المادة ينتهي مع انتهاء المادة؟ وهل هو صادر مع المادة ويبقى بعد فناء المادة؟ لهذا بش نفهمه العناصر الأربعة الأربعة المهمة اللي تعتمد عليهم الغنوصية في فهم الإنسان أو أي شيء موجود وهذا شنوه بش نعمله في الفيديوهات القادمة؟ شكراً على المتابعة وشكراً على التوزيع نعرف أن التوزيع من دعكم قليل جداً خاصة في الفيديوهات التي تتكلم حول الغنوصية لأنها تعتبر معناتها النجم وقلوا وإحنا فيديوهات خاصة لطبقة معينة مهتمة بهذا الموضوع ولا يمكن أن تكون عامة لكل الناس رغم اللي إحنا ماذا بينا أن الفكر الغنوصي إحنا ماذا بينا أن الفكر الغنوصي يصبح طبيعة في كل إنسان إن كل إنسان يعيش الغنوصية كفطرة طبيعية سوى في حياته العادية سوى فيما حوله أو في تربيط أولاده أو في طرق أو في طريق التعامل في الحياة المهم شكراً رغم كل شيء وبإسلامه ومع فيديو قادم اشتركوا في القناة